السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام مشاهدين دياولي نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير انتم تشاهدوا هذا الفيديو جميل لكم اليوم سهلة تتوجد في الحين عندي هنا لوز قليته بسكويت بودوغ ساشد فاني ثلاثة معلقات كاكاو شوكولات غيش تتحلي ثلاثة معلقات كاكاو تتحلي رائعة لا يوجد مكونات صعب شوكولات شوكولات غيش غزال سوف نتحل في هذا البول سوف نأخذ تقريبا واحدة معلقات صغار ثلاثة تقريبا خمسة معلقات صغار تقريبا 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 نضيف كريم 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 فرش نطحن كريم جيد اضافة الكراميل اضافة الكراميل يطلع الكراميل دورق الفرامبواز صفيته من العدامات الصغيه صفيته وخديت الكونفيتور ونجمد الكريم نخذ موس ونزوق من فوق الكيسان لاني كانوا عندي الدياف كينا عندي حماتي كينا عندي الوالدة ديالتي ومهم عندي الدياف درت لهم هكذا في الدسر وفرحت بهم وكنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتعملوا لي لايك كثير وكنتمنى لكم الخير والبركة يا ربي والله يخليكم ليا ودومتم ان شاء الله في حياتي دائما للايختكم عليا والله العظيم للايختكم انا كنزوقها كعشوائي يعني اي واحد اللي بغى يديرو يديرو عاد غادي نحط هاد الكيسان ديالي في المجميد اي واحدة تقريبا واحد نصف ساعة صافي كانوا اعطيه والله لاعجبهم والله ما بقاوا وعملت مع هاد الديسير عملت الحم مروزية بزبيب واللوز ما شاركتوش معاكم ولكن شنهار ان شاء الله غادي نشارك معاكم الحم مروزية يعني تعليم ديال الوليدة ديالتي اللي علمتني موهنية هاليختة عالية يا ربي الله يخليها تاج فقراسي ان شاء الله اه اه انا غادي نوريكم اه هذا هاو ما مني خرجهم المجميد المجميد جوغزالين هادي الحمى ديالتي بالمروزية بزبيب واللوز اه وش لي ديالتي سمحوا لي يا جاني الروح جاني اه اه ان شاء الله يعجبكم اه